بدأ عهد الرئيس ميشيل عون بزخم اللاءات الثلاث المتمثلة في لا للتمديد لا للستين ولا للفراغ عهد أوكل إلى حكومة استعادة الثقة إقرار قانون انتخابي جديد يكون مدخلا للإصلاح ومع انقضاء المهل والتلويح بالتمديد خرج البطريارك الراعي عن صمته معتبرا أن التمديد من دون قانون جديد هو اغتصاب للسلطة ومن أطلق النيران على الستين هم أنفسهم يريدون التمديد وفي هذه الحالة فضل الراعي إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين بدلا من الفراغ في مجلس النواب رئيس الجمهورية كانت واضحة منذ البداية للمنقلة لا تمديد ولا ستين ولا فراغ أصلا بنظامنا الدستوري أدعو جميع المسؤولين والمعنيين والمهتمين بالشأن العام ما عليش يطلعوا على نظامنا الدستوري لا فراغ في دستورنا المواد 25 و74 واضحة بأنه ما في فراغ وهذا اللي عنه غبطة البطرق بكلامه يطمنوا كل الناس لن يكون هناك فراغ في قانون وحتى إذا ما في قانون ما في فراغ ما في فراغ ما حدا يخاف استخدام الرئيس عون حقه الدستوري في تأجيل الجلسة التشريعية شهرا أعطى القانون التأهلي فرصة للحياة إذ يستمر التيار الوطني الحر في تفاؤله معتبرا أن التفاوضات والنقاشات حول بعض الملاحظات تضيق المساحات بين الأطراف السياسية إلا أن الاشتراكية رفضه لشقه الطائفي والقوات تتمسك بالمختلط على الرغم من خروجه من دائرة النقاش والانتقال نحو النسبية بدون أي شك نحن منفضل المختلط ولكن نحن مش لعبين واحدين على الساحة السياسية في لبنان القانون التأهلي لو كنا موافقين عليه بشكل اللي انطرح فيه كان بعد تقيد وصل لخواتيمه وكان أنتج أكيد كان عندنا تحفظ كتير كبير عليه بالشكل وبالمضمون منعتبره نحن لا يؤمن صحة التمثيل بالشكل اللي انطرح فيه خاصة أنه عم ينطرح أمور أخرى إلى جانبه كمان أمور عميقة وبدأ بحث بتروي وبتأني لأنه إلى تأثير على مصير البلد الكل بفكروا أنه المعيار هو شو بيطل على القوات أو شو بيطل على المسيحية أكيد هذا موجود بحساباتنا بدون أي شكل ولكن المعيار الأساسي الأهم من المعيارين الأولين هو كيف سيكون شكل المجلس النوابق القادم وهل المطروح يؤمن الاستقرار للبنان والتمثيل السياسي الصحيح هل عندكم مشكلة بالتصويت الطائف اللي فيه؟ نحن صراحة ولا مرة كحزب قوات لبنانية طرحنا موضوع على أساس طائف حسب الظروف حسب موقع السياسي وحسب شو المطروح وحسب الممكن كله هذا بده يأخذ بعين الاعتبار يعني الموقف في جزء منه مبدئي بس في جزء منه سياسي كمان وفق مصادر المستقبل فإن التيار الأزرق يرفض العودة إلى قانون الستين مرجحا لعودة إلى إقرار التمديد في الجلسة التي حددها الرئيس بر في الخامس عشر من أيار إن لم يصر إلى الاتفاق على قانون انتخاب جديد في مهلة الشهر رواند أبو خزام قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر